موسيقى الله يا الله الله يا الله الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا اليوم في باب المعبود من كتاب الكافي الشريف بعض المسلمين أو المنتحلين للإسلام توهموا أن الإسم عين المسمى وهذا ما استدعى الرد من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على هذا الزعم الباطل وأن الإسم يغير المسمى وذلك لأن الناس حينما يضعون إسما على شيء فإن هذا الإسم حسب الأصح يكون علامة على ذلك المسمى وليس ذلك الإسم هو نفس المسمى يعني أنت عندما تجد إشارة في الطرق العلائم المنصوبة في الطرق هل هذه العلائم هي نفس المكان التي تشير إليه أم أنها إشارة إلى ذلك المكان مثلا حينما أنت تبدأ من السفر من كربلاء إلى النجف الأشرف حينما تصل إلى بداية النجف هناك وضعت علامة ومكتوب على هذه العلامة مثلا النجف الأشرف يرحب بكم هل هذه العلامة هي نفس النجف؟ كلا إنما هي علامة إليه إشارة إليه وهكذا حينما تسمي ولدك بعلي مثلا هل هذا الاسم علي هو نفس ذلك الولد؟ أو علامة عليه؟ الجواب أنه علامة عليه لأن هذا اللافظ الذي يخرج من لسانك يغير ذلك الإنسان الموجود في الخارج أو الكتابة التي تكتبها هذا الحبر الذي جرى على الورقة هل هذا الحبر هو نفس ذلك الإنسان الخارجي؟ كلا وإنما هو علامة عليه وهل هذا الوجود الذهني الذي تتصوره أنت عن ذلك الشخص هل هذا الوجود الذهني الذي هو في ذهنك هو نفس ذلك الإنسان الخارجي؟ كلا وإنما هو علامة وإشارة إليه في أسماء الله سبحانه وتعالى حينما نأتي هل هذه الأسماء التي تخرج من لساننا حينما نقول الله الرحمن الرحيم الخالق الرازق هذه الألفاظ إنما هي أمواج هوائية هذه الأمواج الهوائية كما يقول العلم الحديث تخرج من رئة الإنسان ثم في حلق الإنسان وفي فم الإنسان وعبر لسان الإنسان هذه الأمواج تقطع بكيفية خاصة ولذلك كل تقطيعة تسمع حرفا لأن الموجة لذلك الحرف يختلف عن سائر الموجات الصوتية هذه الألفاظ يعني ألف لام لام ها التي خرجت من لساني هل هي نفس الله سبحانه وتعالى كلا هذه الألفاظ أمواج صوتية هذه الألفاظ مصنوعة لي والله سبحانه وتعالى منزه من أن يتحد مع الأمواج الصوتية والله سبحانه وتعالى منزه من أن يكون مصنوعا لمخلوقاته هذه الألفاظ تشير إلى تلك الحقيقة وكذلك حينما نكتب كتابة أنت تكتب ألف لام لام ها هل هذه الكتابة هي نفس الله سبحانه وتعالى كلا هذه الكتابة حبر صبغ وهذه الكتابة مصنوعة لك مصنوعة للكاتب فلا يمكن أن تكون هي نفس الله سبحانه وتعالى وإذا أنت أو أنا تصورت في ذهني شيئا هل ما أتصوره في ذهني هو الله كلا لأن ما في الذهن مصنوع للإنسان فلا يمكن أن يكون هو الصانع الخالق فإذن اختلاف الإسم عن المسمى وعدم اتحاد الإسم مع المسمى هذا أمر واضح وبديهي لكن بسبب ابتعاد بعض أدعياء الإسلام عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هؤلاء تصوروا اتحاد الإسم مع المسمى ولذلك الأئمة عليهم الصلاة والسلام جاءوا في رد كلام هؤلاء الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول من هذا الباب باب المعبود يقول من عبد الله بالتوهم فقد كفر من عبد الله بالتوهم يعني تصور في ذهنه صورة ثم عبد تلك الصورة هذا كافر باطنا لماذا؟ لأنه لم يعبد لم يعبد الله سبحانه وتعالى وإنما عبد صورة مصنوعة في ذهنه ونحن فيما مضى ذكرنا التفصيل في هذا الأمر وهو أن الإنسان حينما يتصور شيئا هذا المتصور الذي جاء في ذهنه هذا مسبوق بالعدم لم يكن ثم كان في الذهن وبعد ذلك حينما يغفل الإنسان يزول عن ذهنه فلا يمكن أن يكون هذا هو الخالق هذه الصورة التي هي في الذهن هذه صورة مادية لأن الوجود الذهني أيضا وجود مادي ولكن من المادة اللطيفة وليست المادة الكثيفة ولذلك الله سبحانه وتعالى ليس بمادي حتى يكون شيئا ماديا الصورة في ذهن الإنسان محدودة بحدود ذهن الإنسان ولها مكان هو ذهن الإنسان والله سبحانه وتعالى منزه عن المكان ومنزه عن التحديد لأنه سبحانه وتعالى خالق المكان هذه الصورة لها شبيه والله سبحانه وتعالى ليس له شبيه فإذن من عبد الله بالتوه هم فقد كفر يعني كفرا باطنيا ونحن ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى من لطفه على الفرقة الناجح وعلى الأمة المرحومة أجرى أحكام الإسلام في الدنيا على كل من نطق بالشهادتين إذا لم يبطل إسلامه بمبطلات الإسلام فإذا نطق بالشهادتين هو محكوم بالإسلام حتى إذا كان منافقا ويبطن الكفر لكنه ما دامه نطق بالشهادتين يحكم عليه بالإسلام في الدنيا يعني يجري عليه أحكام المسلمين من الطهارة ومن الحقوق الواجبة ومن الواجبات التي تجب عليه وله ما للمسلمين وعليه ما عليهم من التناكح والتوارث وما إلى ذلك لكن هذا الإنسان ولو جرى عليه أحكام الإسلام في الدنيا لكنه في الآخرة يكون مع الكفار ولذا المنافقون هؤلاء بمجرد أن ينطقوا بالشهادتين يحكم عليهم بالإسلام أي منافق هو مسلم ولكن في الآخرة مع الكفار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والمجسمة الذين يجسمون الله سبحانه وتعالى إذا نطقوا بالشهادتين فهؤلاء محكمون بالإسلام ظاهرا لكن في يوم القيامة يكونون مع الكفار لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول من عبد الله بالتوهم فقد كفر ثم يقول ومن عبد الإسم دون المعنى فقد كفر يعني إذا واحد عبد هذه الألفاظ الألفاظ التي تخرج من اللسان أو عبد الألفاظ المكتوبة فهذا الإنسان كافر لماذا؟ لأنه لم يعبد الله سبحانه وتعالى وإنما عبد مخلوقا وتصور أن هذا المخلوق هو الله هذا الإنسان دا يعبد أمواج صوتية هذا الإنسان دا يعبد كتابه والكتابة مخلوق الأمواج الصوتية مخلوقة فهذا الإنسان الذي يعبد الإسم دون المسمى فقد كفر بعد ذلك الإمام يذكر الشق الثالث ومن عبد الإسم والمعنى فقد أشرك يعني إذا إنسان يقول أنا أعبد هذه الألفاظ وأعبد معنى هذه الألفاظ يعني الحقيقة الخارجية التي هي الخالق للعالم أنا أعبدها وأعبد هذه الألفاظ فهذا مشرك لماذا؟ لأنه عبد مع الله غير الله عبد مع الله غير الله لماذا؟ لأن هذه الألفاظ ولأن هذه الكتابات كما ذكرنا هي مخلوقة فإذا عبدها وعبد الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى كمشرك قريش مشركوا قريش كانوا يعبدون الله ولكن كانوا يشركون به كانوا يعبدون الأصنام أيضا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فإذا الذي يعبد الصورة الذهنية فهذا كافر الذي يعبد الإسم دون المعنى هذا كافر الذي يعبد الإسم والمعنى هذا مشرك فما هو الحق في العبادة الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ومن عبد المعنى يعني تعبد الخالق ليس تعبد الألفاظ ومن عبد المعنى كيف نعبد الخالق بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه لا نقول بأن هذه الألفاظ هي الله وإنما نقول هذه الألفاظ تشير إلى الله سبحانه وتعالى ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه يعني أطلق تلك الأسماء عليه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله سبحانه وتعالى يقول فادعوه بها يعني أدعو الله بتلك الأسماء ولم يقل أدعو تلك الأسماء إذا تدقق في الآية كلام الإمام هو شرح لهذه الآية ولله الأسماء يقول لله لا أنه يقول الأسماء الحسنى هي الله لا الأسماء الحسنى لله ملكه لأن الله سبحانه وتعالى خلق تلك الأسماء واختارها لتكون مشيرة إليه إذا جاز التعبير ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني عبر تلك الأسماء بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه لأن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية فلا تضرب لله الأمثال لا يحق لك أن تذكر اسما لله سبحانه وتعالى إلا إذا هو أطلق تلك الأسماء على نفسه فلذلك حتى إذا المعنى كان صحيحا لكن اللافظ لم يطلق على الله سبحانه وتعالى في القرآن أو في الأحاديث المعتبرة فلا يجوز إطلاق ذلك اللافظ على الله سبحانه وتعالى مثلا هل يجوز أن تقول وتطلق لفظ الزارع على الله سبحانه وتعالى باعتبار أن الآية تقول أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون كلا لأن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالزارع وإنما في هذه الآية وأشباه هذه الآية الله سبحانه وتعالى يخبر عن أن الزراعة هي في الحقيقة فعل لله هذه إخبار وليس وصفا وهذا الأمر سنذكره مفصلا في باب عقده الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي حول وصف الله سبحانه وتعالى بما وصف نفسه وأن هناك فرق بين الإخبار وبين الوصف إذن التوحيد الحقيقي أن تعبد المعنى يعني تعبد الذات المستجمعة لصفات الخير لصفات الكمال المنزهة عن صفات النقص تعبد تلك الذات ولكن بإطلاق هذه الأسامي عليه باعتبارها مشيرة إلى تلك الذات وإنما يجب أن تكون تلك الأوصاف من الأوصاف التي وصف بها نفسه بصفاته التي وصف بها نفسه هذا الإنسان إذا عبد المعنى يعني عبد الذات الإلهية مو أنه عبد الألفاظ مو أنه عبد الكتابة عبد الله سبحانه وتعالى لا أنه عبد صورته الذهنية المتوهمة عبد الذات الإلهية وأطلق الأوصاف التي أطلقها الله سبحانه وتعالى على نفسه هذا المرحلة الأولى في العبادة الصحيحة في التوحيد الصحيح ولكن الإنسان إذا عبد الذات الإلهية يجب أن يعقد قلبه على ذلك وعقد القلب معناه الإذعان والقبول وهذا غير العلم يعني أنظر فرعون مثلا فرعون كان يعلم بأن موسى حق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كانوا يعلمون بأنه حق ولكن فرعون كافر لماذا؟ لأن مجرد العلم لا يكفي في الإيمان أمير الممين عليه الصلاة والسلام يقول بالنسبة إلى الناكثين والقاسطين والمارقين يقول كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة والعاقبة للمتقين بلا والله سمعوها ووعوها يعني فهموها بالضبط ولكن حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها إذن الإنسان إذا لم يعقد قلبه هذا لا يكون مؤمنا بل يكون كافرا فالعلم ثم بعد العلم الإذعان القلبي وبعد ذلك الإقرار باللسان إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة العلم والإذعان والإقرار باللسان هذا الإنسان يكون مؤمنا ولولا ذلك إذا مجرد العلم يكون مثل فرعون الذي كان يعلم بأن موسى على حق لكنه كان ينكر ذلك أو إذا كان علم وكان إقرار باللسان بدون إذعان كالمنافقين المنافقون الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله هؤلاء كانوا يعلمون بأن الرسول حق لماذا؟ لأنهم كانوا يشاهدون المعجزات وكانوا يعلمون بأنه حق في الوقت نفسه كانوا يظهرون باللسان يتشهدون الشهادتين لذا كانوا منافقين ما هو فرق هذا المنافق عن الإنسان المؤمن هذا المنافق يعلم في قلبه أن الرسول حق ويجاهر بلسانه بالشهادتين لماذا بقي منافقا؟ لأنه لم يكن يذعن ما كان يعقد قلبه ما كان عنده بناء على القبول يعلم وهو يرفض في قلبه في قلبه هذا العلم من باب الحسد أو من أي باب آخر فإذن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الذي يعبد الذات الإلهية مو الإسم فعقد عليه قلبه يعني عقد القلب أذعن بناؤه على القبول ونطق به لسانه وأيضا أقر باللسان في سرائره وعلانيته يعني في السر ينطق باللسان في العلانية ينطق لا أنه فقط يجاهر أمام الناس لكن في السر وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فإذا اجتمعت هذه الصفات عبادة الذات الإلهية لا عبادة الإسم لا عبادة الصورة الذهنية وعقد القلب والإقرار باللسان فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا هؤلاء الناس هم المؤمنون لماذا قال أولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا لأن المائز بين الإيمان والنفاق هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهذا ما يعترف به كل المسلمين من الخاصة والعامة حتى أن في كتاب مسلم الصحيح عند العامة لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق يعني أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام ينقل عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق الرسول صلى الله عليه وآله أعطى أعلامه لأنه المنافقون كانوا مختلطين مع المؤمنين ومن أهل ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ممن حولكم يعني حول المدينة منافقون من الأعراب ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق انتوغلوا في النفاق لا تعلمهم أنت الرسول صلى الله عليه وآله لا يمكنك أن تميز بين المنافق وبين المؤمن إلا بتعليم من الله سبحانه وتعالى بمعنى أنهم تستروا وستروا هذا النفاق في قلوبهم بحيث أنه لا يوجد علامة ظاهرية على نفاقهم بحيث أن الرسول صلى الله عليه وآله لو لا إخبار الله سبحانه وتعالى ما كان يعلمهم وعلم الرسول صلى الله عليه وآله كله من الله سبحانه وتعالى يعني بحيث هؤلاء كانوا يتسترون ويظهرون الإيمان ويبطنون النفاق ويكتمون نفاقهم بطريقة حتى الرسول إذا ما كان الله سبحانه وتعالى يبين له من هم المنافقون ما كان يعرف هؤلاء المرد من المنافقين زين هذه آية قرآنية ومن كفر بهذه الآية القرآنية فهو كافر يجب أن تذعن حسب هذه الآية القرآنية أن هناك منافقون متسترون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله كيف تشخص هذا المنافق عن غيره؟ الله سبحانه وتعالى من لطفه على المسلمين جعل علائم للمنافقين علائم متعددة لكن أوضح تلك العلائم حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبغضه من أحبه فهو مؤمن ومن أبغضه فهو منافق هذه أهم علامة يمكن أن تميز بين المؤمن والمنافق زين حديث صحيح متفق عليه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق لأن الرسول قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق بغضهم لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام علامة ظاهرة لماذا؟ لأن بعضهم حاربوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام زين إذا واحد حارب واحد هذا يمكن أن يحبه؟ يعني معاوية بن أبي سفيان الذي تمرد على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكان هو وجماعته الفئة الباغية وقاتل علي بن أبي طالب وقتل أصحابه وشن الغارات على المدن التي كانت تحت حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وبعد استشهاد أمير المؤمنين أمر بأن يلعن ويسب على منابر العالم الإسلامي أجمع سبعين ألف منبر كان يشتم عليه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وواصل هذا النهج إلى أن مات بل كما يروي مسلم أيضا في الصحيح عندهم أنه كان حتى يأمر الصحابة بسبب أمير المؤمنين أمر سعد بن أبي وقاص أن يسب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذا الشخص هل يمكن أن يكون مؤمنا هل يمكن أن يحب عليه ابن أبي طالب إذا هذا لا يبغض فمن المبغض الذي يحارب ويقتل الأنصار والأعوان ويأمر بالسب والشتم على المنابر في طيلة فترة حكمة ويجعل سنة تستمر إلى زمان عمر بن عبد العزيز هل هذا يحب عليه ابن أبي طالب ولا يبغضه يعني واحد يستغرب عن بعض العقول أنه يعتبرون معاوية من الصحابة المنتجبين ولا يعتبرونه من المنافقين ويعتبرون أن فعله أنه قتل أصحاب أمير المؤمنين وقاتل أمير المؤمنين وأمر بسبه هذا اجتهاد أي اجتهاد هذا؟ لماذا لا تقول أن عبد الله بن أبي هو اجتهد أيضا؟ لماذا لا تقول أنه سائر المنافقين المذكورين في القرآن الكريم هؤلاء اجتهدوا؟ إذن هذا الضحك على الذقون وتسخيف العقول بحيث أنه واحد يجعل المنافقين من الصحابة المنتجبين مع تصريح القرآن بوجود المنافقين في أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله كما اقتلونا الآية ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة وسورة المنافقون نزلت وآيات في المنافقين كثيرة أين هؤلاء المنافقون؟ بس عبد الله بن أبي هو المنافق؟ واحد يعني وهذه الآيات الكثيرة الكثيرة حتى أن البخاري في الصحيح عندهم في باب الحوض يروي أنه يأتي جماعة من أصحابه على الحوض فيحلؤون يعني يطردون من الحوض فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إن هؤلاء ارتدوا على أدبارهم القهقرة فالرسول يقول فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي أو بدل بعدي إذن هذا علامة الإيمان عن النفاق اللي حارب عليه ابن أبي طالب ولم يتوب ولم يصلح والذي أمر بيسبع عليه ابن أبي طالب والذي يبغض عليه ابن أبي طالب هذا منافق وهؤلاء المنافقون هم رأس التجسيم هؤلاء الذين أدخلوا التجسيم في الإسلام في المسلمين هؤلاء الذين أدخلوا العقائد الفاسدة لأنهم كانوا يبطنون الكفر فعقائدهم الكفرية هؤلاء جاءوا بها وعرضوها كأنها عقائد إسلامية ثم تمسكوا ببعض الآيات المتشابهة وتركوا الآيات المحكمة تأييدا لكلامهم فإذن الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الذي يعبد الذات الإلهية ويصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وعقد قلبه على ذلك أذعا ونطق به لسانه في سره وعلانيته فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا يعني أولئك المؤمنون الذين قال الله سبحانه قال رسول الله صلى الله عليه وآله عنهم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وفي حديث آخر أولئك هم المؤمنون حقا لا فرق بين المؤمنين وبين أصحاب علي بن أبي طالب الذين اتبعوه فيما قال والذين اتبعوه في عملهم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الثاني وهذا الحديث حديث يتضمن أدل ثلاثة على تغاير الاسم عن المسمى يأتي هشام ابن الحكم حشام ابن الحكم في البداية كان عاميا وكان منحرفا ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه التقى بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام واهتدى كان عاميا مجسما منحرفا لكن فضل الله سبحانه وتعالى شمله فتاب وآمن على يد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام والإمام علمه فبلغ مرتبة عالية وسامية من المعارف بحيث أنه صار علما في بيان العقيدة الصحيحة بحيث أن هارون العباسي كان يقول أن لسان هشام ابن الحكم أضر علينا من مائة ألف سيف فهذا هشام ابن الحكم كان يأتي ويسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام المعارف ومن الطبيعي أن الإنسان لا يتلقى المعارف فجأة ودفعة واحدة وإنما يحتاج إلى تعلم في طيل فترة قد تكون طويلة فالإمام عليه الصلاة والسلام يبين لهشام ثلاثة أدلة على تغاير الإسم عن المسمى الدليل الأول الإمام يقول فمن عبد الإسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا لماذا لم يعبد شيئا هذا الدليل الأول لأن هذه الألفاظ هل لها استمرار أو لا يعني أنا عندما أنطق أقول الله هذا كلمة ألف لام لام خرجت من لساني هذه الأمواج الصوتية هذه لم تكن موجودة هذه الأمواج بمجرد أن حركت لساني وجدت هذه الألفاظ وبعد ذلك حينما توقفت الأمواج الصوتية صارت معدومة هل يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى معدوما ثم يوجد ثم يعدم كلا الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر فإذن الدليل الأول أن الذي يعبد الألفاظ لم يعبد شيئا ثابتا باقيا وإنما عبد شيء معدوم ثم وجد ثم عدم مرة أخرى ومن عبد الإسم والمعنى فقد كفر وعبد إثنين شرحناه في الحديث الماضي ومن عبد المعنى دون الإسم فذلك التوحيد أفهمت يا هشام هشام بن الحكم لأنه كان يطلب المزيد والدلائل على الحق غير منحصرة بآمر واحد الدلائل كثيرة هذا الدليل الأول هو كافي لكن بعض الأحيان تعدد الدلائل توجب إطمئنان القلب لذلك هشام يقول فقلت زدني الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر له الدليل الثاني يذكر مثال عرفي الأثر هل هو للإسم أو للمعنى يعني مثلا الخبز الخبز هل رفع الجوع والشبع بإسم الخبز يعني أنت عندما تذكر إسم الخبز يصير الشبع أو حينما تسمع لفظ الخبز تشبع كلا الإسم ليس له أثر رفع المعنى رفع الجوع والشبع إنما يكون بالمعنى إنما يكون بالمعنى الجسم السيال البارد بالطبع هذا هو الذي يروي العطش سواء كان اسمه ماء أو لم يكن اسمه ماء الذي يحرق ليس لافظ النار عندما أنا أقول نار هذا اللفظ لا يحرق هذه أمواج صوتية ليس من أثرها الإحراق وكذلك عندما أكتب هذا حبر ليس من أثرها الإحراق إنما الذي يحرق هي النار في الخارج تلك الحقيقة سواء سميت نارا أو لم تسمى نارا زين الخالق الرازق المحيي المميت هل هو هذه الألفاظ هذه الأمواج الصوتية هذه الكتابات الحبر كلا الرازق هو الذات الإلهية الخالق هو الذات الإلهية وهكذا الآثار الأخرى لا تصدر من هذه الألفاظ الأثر هو لله سبحانه وتعالى وليس للإسم الذي هو أمواج صوتية أو ألفاظ مكتوبة هذا هو الدليل الثاني الدليل الثالث الذي ذكره الإمام عليه الصلاة والسلام الله واحد أو متعدد الله واحد هذه الأسماء متعددة يعني لفظ الخالق ولفظ الرازق اسمان متعددان إذا كان الإسم عين المسمى هذان إسمان متعددان إذا اتحدا مع المسمى معنى ذلك أن المسمى أيضا يكون متعددا فالقول باتحاد الإسم مع المسمى يستلزم الشرك والقول بتعدد الآلهة لماذا؟ لأن اللفظ الأول عندما تكتب الرحمن اللفظ الثاني الرحيم هل هما لفظ واحد أم لفظان؟ بالوجدان كتابتان وليست كتابة واحدة أو إذا خرجت من اللسان هذا شيء واحد يخرج من اللسان أو شيئان شيئان يخرجان من اللسان فإذا تعدد واتحد مع المسمى فمعنى ذلك أن المسمى أيضا متعدد لأن المتعدد إذا اتحد مع شيء ذلك الشيء أيضا يكون متعددا والله سبحانه وتعالى واحد وليس متعدد وهذه الأسماء المتعددة ليست متحدة مع الذات وإنما مشيرة إلى تلك الذات ويمكن أن تكون ذات واحدة عشرين إشارة ألف إشارة تكون إلى تلك الذات مثلا أنت عندما تسافر في الطرق هناك إشارات متعددة تشير إلى مدينة واحدة هذه الإشارات المتعددة ليست متحدة مع تلك المدينة وإنما تشير إليها عشرات الإشارات تشير إلى شيء واحد الإنسان الواحد قد يكون له أوصاف كثيرة نقول هذا زيد هذا ابن عمر هذا والد خالد هذا أخ حسن هذا مثلا جد حسين هو شخص واحد لكن هذه أوصاف متعددة تشير إلى الشخص الواحد عندما تقول خالق رازق قادر حي مريد مهيمن سلام مؤمن وهكذا من سائر الأسماء الحسنى هذه إشارات تشير إلى ذات واحدة وليست متحدة مع تلك الذات لأنه لو كانت متحدة مع الذات هذه ألفاظ متعددة فيستلزم تعدد ما اتحدت معه وهذا يستلزم تعدد الإله والشرك وخروج عن التوحيد فالنتيجة أن القول بأن الإسم هو عين المسمى هذا يستلزم الكفر أو الشرك ويستلزم تعدد الآلهة والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين الأدلة الثلاثة على تغاير الإسم عن المسمى بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يعرض بالقائلين باتحاد الإسم مع المسمى الإمام يقول أفهمت يا هشام فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا أي تجادلهم فتغلبهم والمتخذين مع الله جل وعز غيره هؤلاء مشركون في الحقيقة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون باطنهم الشرك وإن كان ظاهرهم الإسلام ويحكمون بالإسلام ظاهرا المتخذين مع الله جل وعز غيره قلت نعم هشام فهم فهما بحيث أنه عندما يجادل أعداء الله سبحانه وتعالى المشركين يتمكن من الغلبة عليهم فالإمام دعا له لأن هذا الرجل في البداية كان منحرف لكن جاء وبإخلاص آمن وبإخلاص تعلم والإنسان إذا جاء بإخلاص وآمن وبإخلاص تعلم الله سبحانه وتعالى يوفقه كالمؤمنين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله هؤلاء كانوا مشركين لكن آمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وجاهدوا في سبيل الله وآمنوا إيمانا غير مشروب بنفاق لذلك صحيح كانوا في البداية مشركين لكن بإيمانهم وبتعلمهم من رسول الله صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى وفقهم إلى الدرجات العالية فلذلك الإمام عليه الصلاة والسلام خاطب هشام وقال نفعك الله به بهذا الكلام الذي تعلمته وثبتك يا هشام الإخلاص والتعلم من الإمام شفع ذلك بدعاء الإمام عليه الصلاة والسلام فالنتيجة أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء الإمام لذا قال هشام فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حتى قمت مقامي هذا يعني حينما ينقل هذه الرواية لعله كان مضت عشرات السنين من لقائه بالإمام في هذه في هذه المرة لأن الإمام الصادق شهادته كانت في سنة مئة وثمانية وأربعين أو مئة وتسعة وأربعين للهجرة ووفاة هشام ابن الحكم كان في سنة مائتين يعني حوالي خمسين سنة بعد الإمام الصادق عاش هشام ابن الحكم يقول حتى قمت مقامي هذا حينما ينقل هذا الكلام عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عشر سنوات عشرين سنة ثلاثين سنة أربعين سنة خمسين سنة بعد لقائه بالإمام ده ينقل هذا الكلام يقول خلال هذه الفترة الطويلة حينما أجادل بالتي هي أحسن مع الناس في التوحيد لم أقهر لماذا؟ لأن العلم استقيته من معين صافي من عين صافية استقيته من الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ووالئ ناس قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرايل عن الباري نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للمعرفة الصحيحة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في القرآن وبيّنها لنا الرسول وآله هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللّه يا الله اللّه يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة